موسيقى القانون 59 للإدارة المحلية في ليبيا الصادر عن المؤتمر الوطني عام 2012 هو بوابة لتطبيق الديمقراطية المحلية وتوسيع صلاحيات المجالس البلدية المنتخبة للتخفيف من مركزية الدولة والتأكيد على وحدة البلد ومنع تقسيمه منذ إصدار القانون والليبيون يتطلعون إلى الدور الإيجابي الذي باستطاعة الإدارات المحلية والمجالس البلدية أن تقوم به في خدمة المواطن بعيدا عن جدل السياسة وصراعاتها انطلقت أول انتخابات بلدية ديمقراطية في ليبيا في الثلاثين من نوفمبر 2013 في مرحلة أولى تلتها مرحلة ثانية في السادس والعشرين من إبريل 2014 وشملت البلديات التي لم يجري فيها اقتراع في المرحلة الأولى وشارك في إعداد تلك الانتخابات الأولى وأشرف عليها أربعون ألف موظف من أعضاء اللجنة المركزية لانتخابات البلدية وتضم مجالس البلديات سبعة أعضاء من بينهم ممثل عن الثوار السابقين الذين فقدوا أحد أطرافهم إضافة إلى مقعد مخصص للمرأة بحسب القانون المجالس البلدية هي أجسام رأى فيها المواطن حلا للتعويض عن تقصير الدولة في مهامها في ظروف باتت فيها النزاعات الداخلية أمرا واقعا هذه الانتخابات أفرزت مائة وتسع بلديات ومنطقتين محليتين هذه المجالس البلدية عانت من الضبابية بسبب عدم نقل الاختصاصات وعدم صرف الميزانيات وعدم تطبيق عدد من المواد المنصوص عليها في القانون كما أن عدم انتخاب المحافظات زاد الأمر تعقيدا فالإدارة المحلية في ليبيا مرت منذ الاستقلال في 1952 بأشكال مختلفة فمن ثلاث ولايات عند الاستقلال إلى عشر محافظات بعد انقلاب القذافي في 1959 وصولا إلى الشعبيات اعتبارا من 2007 وجاء القانون 59 ليلبي حاجات المواطن والاستفادة من سلبيات التجارب السابقة فمفهوم الإدارة المحلية يختلف عن نظام الحكم المحلي الذي يعتمد على ثلاثة مقومات هي أولا الشخصية الاعتبارية والاستقلالية عن الإدارة المركزية وثانيا قيام مجالس منتخبة وثالثا التمتع بالاستقلالية في ممارسة صلاحياتها واجهت البلديات عقبة في سير عملها وهي توزيع الميزانيات التي جعلت الصلاحيات الكبيرة الممنوحة للبلديات تصبح حبرا على ورق فكيف يتم إرساء إدارة محلية من دون أن تعطي الفرصة والموارد اللازمة لذلك؟ تنتهي في هذه الفترة ولاية المجالس البلدية تباعا وبدأ التسجيل استعدادا للانتخابات في منتصف شهر مارس القادم ويبقى تطبيق منص عليه القانون 59 هو التحدي الذي ستواجه هذه المجالس التي سيتم انتخابها وإلا فإنها ستقع في الدائرة المفرغة التي تعثرت بها المجالس السابقة شاهدين الكرام أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج موطني خلال أربع سنوات ومن خلال برنامج موطني كنا دائما متابعين للقانون 59 لسنة 2012 والمتعلق بالإدارة المحلية دائما نناقش نقاط مهمة في هذا القانون نقل الاختصاص لماذا لم يتم تفعيل قانون الجباية القرارات التي أتت بعد القانون 59 عدة قرارات هي تحدث عن قرار 9 لسنة 2013 اللايحة الصادرة حديثا 1363 ونتعلق بالانتخابات القانون 18 لسنة 2019 والمعدل للايحة 1363 دائما ما نتحدث عن هذا القانون ولكن في حلقة اليوم من موطني نحاول أن نفرد هذه المساحة للتعريف بهذا القانون من وضع هذا القانون ما هي الألية التي اعتمدت عليها هذه الوزارة في ذلك الوقت في عام 2012 لوضع هذا القانون ما هي المعايير التي استندت عليها هذه الوزارة أتحدث هنا عن معايير قانونية وغيرها من المعايير اليوم في هذه الحلقة يسعدني ويشرفني أن يكون ضيفي الدكتور محمد لحراري وزير الحكم المحلي الأسبق والأمين العام للرابطة الوطنية للبلديات دكتور محمد السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا بك سيد عماد وبمشاهديك وبهالفريق الطيب اللي معك أهلا وسهلا بك دكتور محمد دكتور محمد دائما في برنامج موطني نحاول أن نتحدث عن القانون 59 أن نوضح للمشاهد ما هو القانون 59 هل يتحمل عمداء البلديات ما يحدث داخل البلديات اليوم من عدم اهتمام بنظافة عدم اهتمام بالطرق من العديد من الجهات الخدمية ولكن اليوم هذا القانون الذي وضع في فترة توليكم لوزارة الحكم المحلي بان حكومة السيد عبد الرحيم الكيف في سنة 2012 2011-2012 حتى استلام المؤتمر الوطني ومن بعدها استلم السيد زيدان الحكومة المواقتة لذلك دعنا نبدأ في البداية لنوضح للمواطن ما هو قانون 59 ابتدان الحمد لله والسلام على رسول الله شكرا على هذه الاستضافة سيد عماد نكتفرد حلقة لهذا الموضوع الذي نعتقد من الأهمية بما كان حقيقة قانون 59 في حقيقة الأمر جاء في فترة بعد الثورة نعم عادة الدول بعد الثورات بعد الأحداث الكبيرة والكوارث والحروب الداخلية ما تصبح السلطة المركزية جد ضعيفة بالإضافة لذلك أنه لابد من تقديم خدمات للناس عندما حدث في 17 فبراير الثورة لم تكن هناك إلا مجالس محلية التي كانت هي أساس المجلس الانتقالي في ذلك الوقت وكانت تعمل حقيقة بلائحة ضعيفة جدا أصدرها المجلس الانتقالي بسرعة من أجل تسيير الأعمال وغيرها وكان لابد حقيقة من إيجاد قانون كان لابد من إيجاد قانون لإنشاء إدارة محلية تعطى لهي صلاحيات حقيقة تقديم الخدمات للمواطن بأفضل الطرق بأسس سليمة أسس قانونية يعني دولة من غير هيكلة إدارية دورة مغير إدارة محلية هي جسم جسم يعني بدون أعظام وكانها كدس من الحم محطوط هكذا ما يستلطيش الحركة بأي شالرائق دكتور بأي شي بس في المقاطعة بأي اللي يقول يعني القانون تسعة وخمسين لسنة الفين وطناش وضعه في عام الفين وطناش وأنت الآن تقول يعني كان يجب من وجود قانون لضبط الحكم المحلي وكل هذه الأشياء البعض يرى بأن وجود القانون مثل عدم وجوده في الوقت الحالي نذهب الآن إلى نقطة مهمة وهي محور هذه الحلقة القانون الذي وضعه لماذا لم يفعل ومفائدة وجود قانون إذ لم يفعل حتى هذه اللحظة دكتور هي حقيقة هذه كلمة لم يفعل هي كلمة عندما يكون هناك قانون وقد صدر من السلطة التشريعية ونشر في جريدة رسمية فهو نافذة من تاريخ نشري ولهذا أفترض أن القانون هذا نافذ لكن مدى تفعيل القانون كما جاء حقيقة وضعت له عرقيل عديدة سواء كانتها عرقيل داخلية أو خارجية من العرقيل حقيقة داخلية ومن أهمها الآن حقيقة اللي هو في أبان الحكومة المؤقتة صدر القانون رقم 9 الذي أشرت له لـ 2013 قانون هضاي حد من وجود ثنائية الوحدات المحلية واستثنى إنشاء المحافظات بشكل مؤقت على المجال وانت تعرف الانتقال والمؤقت عندنا حني معناها دايم وماتي أصبحت هي الأصل وبهذا ألغيت وجود المحافظات وظلت فقط البلديات للأسف الشديد أقولها كمتخصص في القانون الإداري وأقولها كمستاد خاص في القانون متخصص في الإداري المحلي بأن هذا القانون يعني شخصية أعلم هل كان هناك قانونيين أصلا حين إصداره ولا لا حقيقة كان قانون هم من مادتين فقط يرجى إنشاء المحافظات باستثناء مادة أثنين اللي هي إنشاء الجامعات ومش عارف إيش آخر والباقي كله نزل الاختصاطي للبلديات يعني تصور أنت الآن عندك المحافظات اللي هي الوحدة الأساسية حقيقة لماذا الوحدة الأساسية؟ لأن مهمتها رقبية مهمتها تنسيقية مهمتها التنموية مهمتها أمنية تصور تنزل الاختصاصات هذه الأربعة الأساسية إلى بلديات اللي هي الوحدة الأساسية المهتمة أساساً بتقديم الخدمات فالأصل إنه مستحيل إن يكون هذا الأمر ثم بعد ذلك ناتي نتكلم عن عمد البلديات وكيف فشلت البلديات وكيف فشلت نظام الإدارة المحلي عند وضعت كل العرقيل التي تمنع هذا القانون من النشو القانون يحتاج لبيئة القانون زي كائن حي يحتاج لبيئة يتفاعل من خلالها هناك بيئة أحياناً تكون موبوءة من التشريحات المجانب المصاحب القانون هذا الوضع ليكون أساس فيه الشفافية ليكون أساس للاستثمار ليكون أساس للتعامل الكبير جداً مع القطاع الخاص كيف يمكن حتى لأن هذا القانون أن ينمو يترعرع ويعطي ثماره في ذو القوانين كلها اشتراكية وكلها طاقة ما السبب دكتور محمد هنا وما الهدف من ذلك بتعطيل انتخاب المحافظات أعتقد أن أخي الفاضل بالنسبة للوزارة حتى نكون واضح معك نعم نحن لما خرجنا من الوزارة القانون الإدارة المحلية صدر في آخر يوم في الأيام المجلس الانتقالي نعم بعدها مباشرة أصبحت الوزارات وزارات مجرد تسير الأعمال نعم ولم تكن هناك سلطة الشريعة تنقدر جهزنا قانون المحافظات جاهز لتقديمها للسلطة الشريعية كان هناك تفاوض لأن وضعنا مجموعة سيناريوات خاصة بالمحافظات بحيث أن كان من 13 محافظة إلى 20 محافظة كل واحدة بالسيناريو يمتحها بالخرائط المجسمة وبيعواصمها وبيحدودها الإدارية وما إلى ذلك ونحن كنا نتمنى تبني 15 محافظة أحد وزراء الحكم المحلي السابقين سأكملك هذه نقطة نهم جدا سيد سيد عباد كانت التفاوض مع أحد 10 محافظة كانت جاهزة وكانت الأوراق جاهزة كل شيء هناك القانون جاهز إذن اللواحة متاعات التنفيذية جاهزة المحافظات قانونها جاهز الخرائط جاهزة لماذا بعد ذلك تأتي الحكومة المواقتة وكانت الأموال متوفرة للعلم أن الحكومة الانتقالية تركت الحكومة المواقتة أكثر من تقريبا ما يقارب من ثلث الميزانية حولت إليها لأننا لم تصرف لأننا لم تصرفنا الميزانية في الحكومة الانتقالية إلا في شهر 5 يعني بعد تقريبا قعدنا أربع شهور بس نتصرف الميزانيات تلتها تقريبا بقى للحكومة مع ما قال إليها من ميزانية تقريبا في الحدود 100 مليار كان ممكن جدا لو كانت هناك نية حقيقية وواضحة وإرادة سياسية من أجل المركزية وإدارة محلية فاعلة كان ممكن جدا أن تكون هذه الفرصة السالحة على الأمر لكن قتل بهذا القانون بعدم نقل الإختصار ونقل الإختصار تعرف أنها هل صحيح دكتور في أن السبب الرئيسي في عدم يعني بذر المحافظات عملها حتى اليوم وأن هناك خلاف وأن البعض يسعى إلى تعديل القوانين المتعلقة بالمحافظات بأن يتم تعيين المحافظ كاعتعيين من السلطة العليا في الذولة وليس عن طريق الانتخاب نعم هو حقيقة مجلس الجزار في ذلك معالي رئيس الوزراء السيد زيدان قدم مقترحات يعني الحكومة المؤقتة بعد 8 سور تقريبا أكثر من 7 سور من توليها تذكرت أن هناك قانون لإدارة المحلية وماذا نفعل في هذا القانون فكانت الاقتراحات كيف يمكن تعيين المحافظين يعني الإشكالية لم تكن إشكالية وجود المحافظات لكن الإشكالية لابد أن نعين المحافظ لأن المحافظة حقيقة يعني المحافظة يتكون من بلدية وقت من بلدية وحدها كبيرة جدا فعندما لم ينتهي الأمر لهذا المألات رؤية أنها خلاص سينعط لهذا القانون ونضع التنمية ونضع هذه البلاد كلها في جرائر رؤية لم تكن حقيقة واضحة لم تكن في مصلحة الدولة وهذا أقل ما يقان في الموضوع نعم دكتور محمد كيف ترى تعليق أحد وزراء الحكم المحلية السابقين عندما سئل عن المحافظات ونقل الاختصاص قال بأن لا يمكن في الوقت الحالي أن تبذأ المحافظات في العمل ولا يمكن نقل الاختصاص حتى ينتهي هذا الانقسام السياسي ويستقر الوضع الأمني ولكن في ظل ما يحدث الآن غير ممكن أن يتم نقل الاختصاص أو حتى بدأ عامل المحافظات حقيقة هي أنت لو خليتني استدركت في سبب عدم تفعيل قانون قلتك العوامل الخارجية في الوقت الحالي نعم القانون الأساسي الآن الموجود والذي يعمل به على كامل الأقليم الليبي وقانون صلو 5 سيدا في نقوم عشر يعني كامل برديات تعمل بهذا القانون وتسير عليه هل الانقسام السياسي يؤدي حقيقة لعدم نقل الاختصاص نعم لكن بدأ الانقسام السياسي هذا السؤال يطرح القانون السياسي بمعانا هي 2014 عنده 2012 2013 2014 كانت سنوات كافية لا نقول لنقل كافة الاختصاص ولكن لنقل كمية نعرف نقل الاختصاص سيد عماد هي عملية معقدة وتقنية كبيرة جدا فرنسا في 1982 83 في ظل سيد ميتي راه كانت هناك قانون إذا رمح لي جديد وما لا مركزية حقيق فرنسا لأن الدولة المركزية الوحيدة كانت في أوروبا في ذلك الوقت نقل الاختصاص قادة أكثر من السنوات في دولة متقدمة زي فرنسا يعني لا يعني أبدا أننا نستطيع أن ننقل بسرعة لماذا؟ لأن النقل الاختصاص محتاج ابتداء لنقل الموارد المالية أنت تعطيني اختصاص ما تعطينيش موارد مالية ليه يعني وكانه لم يكن وحنتكلم عن موارد مالية وما ثالبهم لذلك ولهذا أعتقد أننا نقل السياسي نعم الآن حجر عثرة في نقل الاختصاص من الذي سينقل ولمن سينقل وبأي أموال ستنقل ولهذا أعتقد أن الضرورة ليس فقط من أجل هذا القانون الضرورة الآن من أجل الأمن القومي الآن من أجل المصلحة الوطنية العليا أن نكف على هذه المناكفات السياسية وأنها عيجي جيدا أن الدولة الآن تمر في مأزق رهيب وأنها حافلة نازلة في منحدر وكل اللي بين داخل هذه الحافلة إذا تحطمت فلن يجد والله أنا أخشى ما أخشاه سيد عمان هل تفعيل القانون أخشى ما أخشاه سيد عمان نعم إن الأجل القادمة تل عن هذا الجيل لنضيع فرصة كبيرة جدا لإيجاد نظام حقيقي لدولة قادرة أن تكون منارة في هذه المنطقة دكتور يعني اللي فهمت من كلامك واللي نقدر نسترسله فيه في الوقت الحالي إن ما حدث في السابق أنتم من شأتم هذا القانون حضرتك قلت لي أن القانون يعني تم تسليمه وتم اعتماده قبل نهاية حكومتكم أنكم بحوالي أسبوع أو عشر أيام ما بعد حكومة السيد الكيب أو ما بعد حضرتك في وزارة الحكم المحلي تعاقب على ذلك أكثر من أربع أو خمس وزراء أعتقد بأن جلهم لم يكن معظمهم نتحدث عن معظمهم تواصل معك وتحدث معك لأنه يعتبر العمل يعني الإدارة المحلية في ليبيا موضوع جديد في ليبيا هنا هل رأيت من من مر على هذه الوزرات من كان يسعى فعليا لنقل الاختصاص وتفعيل القانون أنا أبتدأ لا بد من تصحيح معلومة نعم قلت حضرتك ولا أعتقد إذا أنت قلت على علم أم أنه قلت بأعتبار أنها أمر طبيعي إن جل هؤلاء يتواصلوا معك نعم أنا أؤكد لكن هلوم يتصل مع أي شخص يعني هذا من المفترض يكون أنا أشي قلتك جدا ولهذا أنا كنت أعتقد وأتمنى أن وزارة الحكم المحلي يتولوا هذا اسم أن يجتمعوا عنها حتى فيما بينهم حتى بعد خروجهم الآن وين المثال بشي دارت غلط ما درتش غلط أنا قلت لك قبل الحلقة يا سيد عباد إن الإدارة عادة بالوسائل والأهداف لأن عندك وسائل مادي وعندك وسائل بشرية كيف توائم من اتنين هذا من أجل وصول لأهدافك ولهذا أعتقد إن لم نستطع نقولها بالمجموع حتى لا نفرق إحنا وضعنا قانون خلينا لك كل الأدوات اللازمة هيئنا له البيئة التشريعية اللازمة كان يفترض من يأتي بعدنا أن يبدأ هذه الخطوة من حيث انتهينا هكذا هو التراكم المعرفي هكذا هو التراكم العامل في داخل الوزراء ليس البداية من جديد نعم أما أنك تبدأ من أول جديد ثم تنسى ما فعلنا وتنسى ما هذا بالإضافة لذلك هناك متخصصين في الإدارة المحلية أنا لا أدأ إني المتخصص الوحيد تخصي الدقيق حتى في التراثة بتاعي لكن لا أدأ إني المتخصص الوحيد ولهذا ما تضير من الاستشارة ما تضير لدعوة تقول للناس أنا لا أطلب أن أكون في حلقات تلفزيونية أو أن أكون في واجهة الأخبار ولكن خلي الاستشارة ليستعيب لا خاب من استشاري يا سيد إيمان وهذه إدارة الدولة وإدارة الدولة يجب أن تكون بها الكام الكامل من القدرات البشرية الموجودة حتى تستطيع أن تنهض هذه البلاد هذا التقاتل الآن والتهميش الحقيقي اللي بيننا يؤدي لها ما تتيليه الآن الدولة ولهذا أنا أؤكد لك أنه لم يتصل بي وزيرا واحد العلم الله الوزير الجديد ليه شهر لا ستطيعنا تكلمه وليه شهرين وتوصلنا في جلسة كانت الرابط البلدان الاجتماع وكان معزوم وتوصلنا وتحدثنا حقيقة لكن لم ألتقي بأي وزير من الوزراء السابقين في أي مرحل مراحل ولا اتصال هاتفها ليس لقافها ولا اتصالات وأنا لم تطع قدمي الوزارة من يوم أن خرجت منها لأنني ما وش مستعد فهمتك نعم يعني هناك وزير إذا كان محتاجني شيء هو الذي يعمل عن إيرادتها الوزارة هي الآن هو الإدايرة ولهذا أنا أعتقدش أن وجودي قد يكون مزعج أحيانا دكتور خليل نرجع لسؤال كان مفترض يكون في بداية الحلقة ولكن هذا القانون لا في البداية سيلا مزموط كيف وضيع هذا القانون كيف اخترتموه هل لجأتم إلى قوانين في دول أخرى هل من الأشخاص الذين وضعوا هذا القانون معكم هذا السؤال رائع سيد لاش لأن هناك لغط هناك كلام في من يقوله سؤالة فرنسية في من يقوله وصولها مش عارف إيه هذا القانون يا سيدة فاضل أول شيء أخذنا ما هو التراث التاريخ الإداري الليبي شين هو تراث ما هو الموجود لدينا وجدنانا من تراث هذه الدولة الليبية لأن هناك حاجة اسمها بلديات البلديات هذه قامت قبل أن تقوم الدولة الليبية أول بلدية بلديات تارفز 1871 يعني لها أكثر مئة سنة أهل قبل أن تقوم الدولة الليبية ثم كانت هناك المحافظات هذه في 1963 التي حلت محل الولايات بعد الغال نظام الفيدرالي يبقى الآن عند الوحدتين أساسياتين أضفنا ذلك أن خبران المتحدة يؤكدون أن أفضل نظام للإدارة المحلية هنا إدارة متكون من وحدتين إدارة ليش أكثر لأنه أقل التحقيد ولكن الرقابة الداخلية تكون رقابة سلطة محلية على سلطة محلية ما تكونش فيه مركزية شديدة بالإضافة لذلك أنها وحدة خدمية ووحدة للرقابة والإشراف والتنمية لذلك أنها مساحتها أوسع وهذا ما نتمنى ثم بعد ذلك اخترنا فريق من خارج الوزارة لم يكن هناك شخص واحد من داخل الوزارة فقط الأستاذة الفاضلة سعيدة بروين كانت أحد أزال والباقي لم يكن هناك عضو واحد بالوزارة بل كانت من خارج الوزارة كامل الفريق وكان السيد مصطفى دعباج رحمه الله هذا الدكتور وأستاذ متخصص في الإدارة ومجموعة من المتخصصين وضعنا ابتدار التاريخ الإداري الليبي وضعنا التجارب الإسكندنافية وضعنا ما هي التجارب الرائعة لممكن استيرادها وتتماشى مع الخصوصية الليبية وتتماشى مع التفكير بتاعنا بشكل أنك لا تستطيع أن تذهب في طفرات بعيدة جدا بقفزة الكونجورو هذية ولكن لا تتماشى بخطوات مدرجة ولهذا كان العملية ولادة ليست سهلة وحتما هو عمل إنساني يعني أنا أقول للجميع أي عمل إنساني يبدو لهم مثال ولكن القانون حمل في طياته سبل التطوير متاعه عن طريق المجلس الأعلى لدارة المحلية تصورنا أننا أول مرة تنشأ جسم عالي يضم كافة العمدان يضم كافة المحافظين هذا الجسم هو الذي يطور هذه الإدارة من خلال ماذا؟ من خلال خبرة العمدان العمدان في أتنا عملهم خبرة المحافظين في تجديد القانون في تطوير القانون في إصدار قرارات في حل النزاعات بين البلديات فيما بينها وبين المحافظات في حل النزاعات الداخلية وللأسف إن هذا هو الأخ لم يفعل ورعيتم في ذلك دكتور محمد القوانين السابقة والصادرة بخصوص الشعبيات والمحلات حتى أكون معك صادق لا يعني أبدا إن النظام السابق لم تكن لهم حاسب في هذا الأمر أعطيك مثال إن القانون الإدارة المحلية ساتقه 72 بعد 69 مباشرة 72 كان من أفضل قونين إدارة المحلية ثم أنتها بعد 73 أنتها تفكرت إدارة المحلية بدت إدارة الشعبية وبدت اللخبطة والكلام الماليشية لكن إدارة المحلية في 72 كان من أجمة القونين وكان حتى هو راعة وجود وحدتين اللي هم محافظات بلدية فقط أن هذا القانون حقيقة أوجد سلطات فوق السلطة الإدارة المحلية اللي هي وقتها كان للتحدي اشتراكي والاتحدي اشتراكي كان جسم هو المهيم على الإدارة المحلية وصارت النزاعات وبعدها طلعت الإدارة الشعبية لي لم يسمح لهذا القانون حقيقة بالتطور ولا به نعم اتخذنا اخذينا بعض الأشياء من هذا القانون اخذينا أشياء من القولين الأخرى لكن الأساس متاعها كاملا الاشكالية أن نظام الشعبية يتكلم عليه حضرتك سيد الفاضل هي العملية القانون الشيء هو القانون في النهاية قاعدة القانونية تعبير عن واقع سياسي اجتماعي اقتصادي ولهذا القاعدة القانونية الموجودة في ذلك الوقت الشعبية هي قاعدة عبر نظام جماهيري نظام ما فيهش نيابة نظام ما فيهش تمثيل نظام اشتراكي قطاع عامل كابس على كل شيء الآن إذا أردت أن تعمل نظام مغاير يعني له إمكانية الاستثمار الداخلي التعامل مع القطاع الخاص الدفع إلى القطاع الخاص لأن هذا الهدف الأساسي أحد الهدف السيني هذا القانون ما أعتقدش أنها تكون نفس القواعد ولهذا أخذنا ما يمكن أخذها من تنظيم منهجات هيكلية لكن كتنظيم قانوني ومواد قانونية خاصة أعتقد أنها الأمة كان شبه مستحيل إن عاد الزمن قليلا إلى الوراء دكتور محمد ما يجب أو يقوم به اليوم دكتور محمد بتعديله داخل هذا القانون أو إضافته أو إلغائه في نفس الوقت أعتقد سؤال مسعب لكن سؤال مستحيل أن تفكر فيها أصلا لماذا؟ لأنني أنا لو وضعت القانون وضعته داخل الظروف معينة لو وجدت لي نفس الظروف ندير نفس الشيء لنفس الظروف لأن الظروف تطورت الآن الظروف تغييرت لو كنت الآن لو كنت أعمل اتصال مباشر مع سيد وزير محلي متاع الحكومة المؤقتة ونقول لأ يا أخي الفاضل فلنا تسابح يا أخي الفاضل تعال حددوا جلسات بيني وبينك على أساس الموحد هذه المؤسسات تعال نبدأ إحنا إدارات محلية ويخكمها قانون واحد لماذا؟ هذه التفرقة الآن العمل لابد يكون منصب منصباب كامل على توحيد الأجهزة مؤسسات الدولة هذا الأساس وهذا العمل ما أعتقدش أنه وزير الحكم محلي هذا أمر في المجلس الرئاسي في المجلس النواب في هذه الحكومات المتقاتلة المتنافرة التي أتمنى أن تتوحد من أجل أكرر سيد عمال أكرر سيد عمال الدولة فهم كل مقومات الحياة لدولة كبيرة فقط تريد رجال مذبوحين بحبها أينهم اليوم؟ دكتور محمد دكتور محمد في وضع هذا القانون هل رأيتم العامل القبلي في ليبيا خاصة من حيث تقسيم البلديات والمحافظات؟ أسمع حبيبنا شخصيا أحترم القبيلة وأعتقد أن القبيلة لها دورها ولكن لم يكن في لحظة من لحظة للعامل القبلي أي دور في تحديد تقسيم البلديات والمحافظات كانت تقسيم البلديات لا تجاوز 64 بلدية عندها وكانت المحافظات موضوعة من 13 إلى 20 محافظة يعني 13 14 15 يعني سيناريوات ونحن نفضل 15 حقيقة أن هناك بعض التنافر اللي لازم تضع لحد معين هناك بعض الأمور أنت لازم تهضمها ولهذا درنا 15 كان ممكن تكون 14 ولا 13 بس أخذ ببعض الأمور التي من صعب أنك تتجوزها حتى لو أنت مش مقتنع بها نعم أحيانا تنافرات لازم منها الذي يقتل الوحدة الوطنية الآن هو هذا الكبر هو هذا حدم إمكانية التنازل من أجل الوطن أنه بس هذا الذي يقتلنا الآن لكن إذا تنزلت من أجل أن تنشي شيء جيد ورائع لماذا لا؟ مش تتنازل في الثوابت تتنازل في ما يمكن هناك ثوابت وهناك متغيرات فأنت تتنازل في المتغيرات دكتور أنت كنت الحكومة بتاعتكم أو رياستك لي وزارة الحكم المحلي في هذا الوقت كانت عدة أصوات تنادي بالنظام الفيدرالي في ليبيا أتيتم لها بالقانون 59 يعني كيف تعاملتم مع هذه الأصوات التي كانت تنادي بالفيدرالية صراحة شخصية لما انتبه لهذا الأمور كثيرا يعني الآن ردات الفاعل هذا الفيدرالي وهذا مركزي قاتل وهذا لا مركزي نعم نحن كان عندنا طريق سواء كانت سيد عماد لا مركزية ولا فيدرالية هي شكل مشكلة إدارة الدولة هذا الأمر مطروك للدستور لكن أنا وردت دولة واحدة الثورة قدما قامت سبعة تشفى براية قامت في دولة واحدة لم يقم بها معامل جدا في دولة واحدة أنا أتمنى من جميع الأخوة أن يقروا جيدا خطاب الملك دريس رحمه الله عندما أعلنت الواحدة في 963 كيف كان يتكلم وكيف كان يقول بيكون كانت هذه أمنية وكنا نتمنى التوحيد وكنا كذا كانت الظروب في ذلك الوقت سمحت من قيام نظام فيدرالي هل الآن الفيدرالية هي الأفضل أم هي الأسوأ هل المركزية المتطورة وممكن إلى الجهوية لبدون هذه هي الأولى وغيرها هذا مطرق للناس في الانتخابات الدستورية لكن أنا أحنا وردتنا دورة موحدة كيف تضع قانون إدارة محلية لدولة موحدة يعني هل معقولة أنا في دولة موحدة تمجي في الزرط حكم محلي ونقول أنا بنضير نظام فيدرالي هذا محله الدستور وليس محله القوانين الداخلية ولهذا حتى الجماعة أنتم تكلمونا وإنما أخواننا صارعوا من أجل فكرتكم وخلوا للشعب في نهاية الأمان يختار الشعب الآن ينكب لينا في اختيار الطريق الذي يريده في استفتاع الدستور يفترض حقيقة أن يرى النور لأنه هو الوثيقة لعليا للمصالحة داخل هذا المجتمع بعد أربع سنوات من انتخاب المجالس البلدية اليوم في ليبيا 72 بلدية انتهت ولايتها الرسمية وهي أربع سنوات اليوم بعد هذه التجربة الشارع غير راضي عن عمل البلديات من نلوم اليوم؟ نلوم عمداء البلديات؟ نلوم وزارة الحكم المحلي؟ نلوم رئاسة الوزراء؟ أم من نلوم في هذا الوقت لعدم نجاح هذه التجربة في الأربع سنوات؟ نلوم أنفسنا حقيقة لكن اسمح لي سيد المعد أنت بديت بمقدمة رائعة نعم الآن في 72 بلدية انتهت ولايتها الآن أصبعت بلديات جانتها سيرية نعم لم تعد في قدرتها زي ما صارت الحكومة متعانا أنها تتأخذ قرارات مصرية ونتقدم خدمات حقية المواطر تسير أعمال يومية مش عارفين الآن أتمنى سيد بن تاهي القايم بدور كبير جداً الأجدى المركزين انتخابات أتمنى أن تنتهي هذه الأمور في أسر عبوري لكن ألم يكون من الأجدر والأبهى أن تكون هناك انتخابات في يوم واحد زي العالم كلها ما حقولة ندير 72 وبعد 6 شهور ندير 17 وبعد سنة ندير كذا وكذا لا أنتهي الكلام هذا أنا كان عندي وجهة نظر واضحة جداً وهذا قلناها للجماعة عندما استضافونا في النظر في هذا الموضوع وقلناهم أنه الآن كان يفترض التمديد لهذه المجالس كاملة بقرار مشترك بين البرلمان بين المجلس الرئاسي والحكومة الموقع تايدارات لماذا؟ أنا أقول لك لماذا؟ لأن ابتداء أنت بتخلي الآن عندك جهات تبين انتخاب وجهات مزالك وجهات مش عافش أن يصير فيها وممكن تكمل انتخابات هذه وتصور ظروف للناس تانيين ما يصير في الانتخاب وبدء من انتخاب حي تتمدد أنت لو أعطيت سنة حتحقق قبطة ذلك حتكون ممكن من هنا لسنة أتمنى تكون هناك انتخابات على مستوى الدولة بالإضافة لذلك يمكنك أنك تضع وسائل حنتكلموا على هذه قانون الانتخاب بشكلها جيد بشكلها الطف روي يعني مليش دراسة عميقة وغيرها وكان ممكن جداً أنك في النهاية تعمل انتخابات للمجالس المحلية في يوم أو يومين محددين لإتمام هذه العملية ككل العالم باي دكتور البعض يلومكم هنا معلش بس ناسم المقاطعة ولكن البعض قد يلوم من وضع القانون 59 يعني بأنكم لم تتخذوا كافة الإجراءات ولم تتوقعوا كافة ما قد يحدث لماذا لم يتم إضافة نقطة من نقاط هذا القانون تتعلق بأن في حالة عدم إمكانية إجراء انتخابات بسبب بعض الظروف الأمنية أو غيرها في البلدية وبعد انتهاء الأربع سنوات ماذا يحدث هنا لماذا لم يتم توضيح هذا سيد الفاضي سيد عماني سيد عماني لو أردنا نضغف الافتراضات سنقول لو ما تمش نقل الاختصاصات وسنقول لو ما تمش نحن نضغف الانزاعات ما شابقى قانون هيبقى مذكرة سياسية ليس قانونا القانون يضع قواعد محكمة يضع قواعد لا جبتها للتنفيذ مش لو هالضمنات متى تحدث الضمنات ما يصير زي القسام الآن في القسام الآن تضع أليات الضمنات لها لكن هنا وضعنا القانون بالانتخاب وانتهى وفي يوم واحد انتخاب العالم كله معروف ثم أن هذه يا سيدا هذه سمفها في العرف إداري والعرف الإداري هو أحد مصادر في التجريع في العرف هذا العرف ده العالم كله يعرف ان الانتخابات ما تكونش إلا في يوم واحد أنا لا أعلم اللجنة المركزية اللجنة المركزية وجدت هذا الوضع أمامها حقيقتا كنا نتمنى أن تتم هاده في يوم واحد كنا نتمنى وهذا هو الأصب اللي تستند عليه والليل يجب حقيقة نعمل عليه ولهذا طلعنا للتمديد التمديد لهذا الأمر واحد والتمديد حتى تبقى هناك مجالس تسييرية لمدة طويلة جدا من تصوصية تخيط القرارات بالإضافة لذلك ممكن أني الآن نصطاد في الماء العكر عن بعض البردات يقول لك لا هو أعتقد الآن ينون تنحية سين وصاد حيبدو بيهم وعملنا مش هذا رأيي الواحد لكن تبدأ العملية وكلها في سوء النية الذي يجب حقيقة كنا نتفادها منذ البداية أنت قلت كلمة مهمة جدا قلت أنه أثناء وضع القانو 59 لم نكن نعلم بالظروف التي ستحدث في المستقبل وإنت حضرتك لما سألتك في البداية قلت لك لو عادتها الزمن جميل جدا بما أننا لا ننقوش هذه النظرة الإلهية لا ننتخب اليوم 78 بعد سنة الدكتور بعددنك بعد سنة ممكن أننا لا نستطيع أن ننتخبه حتى 20 بلدية تسوى الظروف أكتر فنكسب 78 أفضل ما نضيع كسبت 78 ونفيت ما يقارب 55 بلدية تخلناها سائرة مغير انتخابات مغير شيء هذه بلدية عادة انتخاباتها وهذه بلدية أخرى لم تعاد انتخاباتها وفي الحالة هذه وجهة نظر التي أعطيتها وليست ملزمة طبعا طبعا خلين تنقشوا فعلا نعم وجهة نظر لو صار التمديد لمدة سنة أنا عرضتها لكل الإخوة ورفضت يا حقيقة فكرة رفضت حتى من العمداء قالوا لا لازم انتخابات وهذا شيء يشرف يشرف العمداء قول الآن وبملء في أني أنا سعيد بأن هناك عمداء يتكلمون بهذه اللحظة ويصعد الانتخابات يقولك لا نحن نشتغلنا نحرقنا نقول نشتغل لأنه نية يتقدم مرتين أماما يتقدم لكن لابد انتخابات هذه شيء رهيب ورائع جدا لكن في ذات الوقت خير فاضل أنت من حسن قيام الإدارة المرافق العامة عندها مبدة مهم جدا اللي هي استمرارية المرافق العامة أنت لما تنهي جسم يقوم على مرافق محلية وتخليه لجنة سيرية أنت تعرض هذه المرافق التي من مبدأه الأساسي اللي هي استمرارية هذه المرافق العامة ونتوديها للاستنكافة عن قيام بمفهول بوجهة نظر نقول لك شخصية لها ما لها وعليها ما عليها وأنا وداف عليها الآن فقط لم يوقع بها ولكن كان افتراضا وأنتهى بس نرى في نهاية الأمر هل كان هذا الافتراض أولا أو لا نعم دكتور نأتي الآن إلى الاختصاصات يعني نتحدث عن الحرس البلدي نتحدث عن شركة الخدمات العامة نتحدث عن العديد من الاختصاصات اللي في وسط القانون أنا دائما لما نبدأ في البرنامج نوضح للناس ليس دفاعا والله على عمداء البلديات ولكن هذا واقع اليوم قلت لهم لما يتكلموا مع عميد بلدية يقولوا شوف بلدية سوق الجمعة كرمكم الله مثلا مليانة كناس نقولهم لعميد حتى وطلع من بيتها وقدام بيتها كرمك الله شكارة كناس ما يقدرش يكلم عامل النظافة يقول لا قيمها ويفرض عليه لأن هذا ما يحدث اليوم اليوم يعني هل من الأسباب التي دعت الدكتور محمد لحراري يعني يعرض وجهة نظر بالتمديد للبلديات سنة هي عدم اختبار هذه المجالس بالشكل الجيد عدم وضحهم في هذا الاختبار هذه المجالس لم تستلميزانيات لم تنقلها اختصاصات لم يعني أي شيء يخص عملهم في هذا القانون لم يستلموا فقط مجالس يعتبروا للأسف أربع سنوات تسييرية ليس هذا العام فقط يعني هل هذا من أسباب يعني اللي خلت الدكتور محمد يدعو لاستمرارية سنة والسبب بالأسباب المتعددة اللي أذكرتها لكن أسمح لي نقول لك بصراحة اختصاص المجالس البلدية عندما تقول اختصاص فأنت تقول كيف يمكن ممارسة هذا الاختصاص نعم يعني التصور يا سيد الفاضل السيد الفاضل عماد الرجل الطيب الأمامي هضاي نقول لك أنت رك مختص الآن بإدارة هذه الجلسة لكن سمحني لا عندك كاميرا نعم ولا عندك صوت ناقل صوت ولا عندك هالجلسة الطيبة والله لازم الناس يتفرج عليك في التلفزيون سيد عماد أنا زعلاني ما شفتكش في التلفزيون وين كنت الإدارة نكمل لك سيد الفاضل الإدارة بالوسائل والأهداف الوسائل هذه المادية بشرية وأهدافك كيف تتواقب هذه الماديات مع الجانب البشري بيستوصل للأهداف منتعك هذه مهمتي هناك كوزير هذه مهمتي هناك كعميد هذه مهمتي هناك كمدير إدارة أو حتى مدير لبرنامج معين ولهذا أعتقد أن هذه البلديات حقيقة وضعت كشاشة بين السلطة وبين المواطن واستفردت السلطة بكل شيء وتركت البلديات في مجاهة المواطن نعم الآن من يستطيع أن يتحمل ما يتحمله عميد البلدية في هذا الوقت من شتائم من صراعات من سب أنت تقرى في الفيس وتقرى في هالأشياء وين كذا وين كذا وين كذا وفي نهاية الأمر أنا ممنوع من الجباية أنا ممنوع من يكون عندي رسوم أنا ممنوع من يكذا وكذا أنا مطارد بكل ما يمكن تسميته بل هناك من اللي هو الآن قضايا ما من نايب العام في قضايا هي من صلب اختصاصها وليا شاءتنا تكلم عن الموضوع نعم فهمت يا سيد كيف تبيل البلديات تقوم بهذا العمل أنا اتمنيت أنا كنت أدعو البلديات إلى الجرأة نعم الاختصاصات لدارة محلية أو اللي مركزية هي علاقة صراعية يا سيد الفاضل كيف أنا بالفعل ناخد الاختصاص بتاع هذه قانون أعطاني اختصاص لدينا يكون عندي جرأة نعم سيتعب عميد يتعب اتنين سيوقظون سيجرجرون أمان المحاكم ليسوا فهم حتى المحاكم لدور الإدارة المحلية والاختصاص الموجودة الآن بالله سؤال الآن عندك باركينج موقف للسيارات يحمل مئات السيارات ومهمل جاءت بلدي نظفت هذا الواحد سواته شغلت خمسة أشخاص فيه وبدت تاخد فيه سيارة دينار على السيارة موقف السيارة أنا أجد ونظر سيارتي وأنا مستريح فيه خمسة يشتغلوا حصلوا عمل البلدية حصلت مورد وين الخطأ اختصاص اختصاص بلدي الجباية جباية عادية جدا وين الخطأ في الموضوع أتسأل وين الخطأ في الموضوع إلا إذا أردنا أنا نصطاد في الماء العكر نعم إلا إذا أردنا يبقى لاش أنا عميد هل تعلم أن العميد عند السلطات المتاعها يفتر أن تكون أعلم سلطات وزير يا أخي الفاتر أني سلطة محلية ما معنى سلطة محلية الوزير هو هو وزارة داخل السلطة اللي هي مركزية هو جزء نعم البردية واحدة قائمة هل الوزارة لها شخصية معنوية ليس لها شخصية معنوية الوزارة 70 ألف 70% من الوزارة يعتقدون الوزارة عندها شخصياتي بري ليس لأن شخصيتها في داخل شخصية المواطن وحتى بعض عمدال بلدية أصبح يعتقد بأن وزير الحكم المحلي هو رئيسة يعني أرى وفي زيارات سابقة لوزارة الحكم المحلي سيد عمر أقولها لك وزير الحكم المحلي السابق كوزير الحكم المحلي لم أعتبر نفس يوم أنني رئيس لو كنت في ظل هذه في وقت البعدية لا يمكن أكون فقط مهمتي راقبية تنسيقية وماذا ليحدث الآن لا ليحدث الآن يعني أنت لازم كل شيء تديره عن طريق الوزارة بلي تفريد ذلك حتى بعض العمدال سمحمه الله يعني أنت لما تبدأ قدمك ماشي جاي على الوزارة يعني سمحني أنا أعطيك هذا القلم يا سيد الفاطر نعم ونقول لك هذا القلم لك يا سيد عميد نعم جيني أنت بعد تقولي القلم لا تطولي نكتبيه كل شيء أكتبيه كل شيء القلم لا تطولي يعني أنت تأمر فيها في أمور هي في الأمور ليه كسبحك نسلمتها لك خلاص بتاعك وسلمت لك بقوة قانون فكيف أنت تتجرب تطلب من شخص ليست له اختصاصات مش يمنحك هذه الاختصاصات هو فقط يراقب كيف يراقب الآن البلديات عندما تقوم بإحداث قرارات معينة في مدولات المحضر يرسل لي وزارة الحكم المحلي تقول لي دارة المحافظات البلديات بعد 15 يوم لازم يرسل بعد شهر لابد الوزارة ترد على هذه القرارات قراراتكم يا بلدية يشوبها عدم المشروعية غير قانونية غير جائزة ليس فيها أمكانيات عدم تنفيذها غير ممكن وترجع للبلدي البلدي وراو ينظر للقرار كامل ما عنداش حاج يقطع ولا يفصلة ثم ترجع للبلدي البلدي لها الحق أن تقول رأيه والله يصير بلا الحق أن تقول لا أنا مصمم علي رأيه وممكن تكون المحاكم هي فايصل للإشكالية أن الآن البلديات ترسل في محاضرها بقراراتها ثم الآن يحاكم بعض العمداء بناء لهذه القرارات لتصبح تنافذة لأن الوزارة لم يقوم بيدورها بالرد على هذه البلديات وهذا واقع تمام دكتور يعني العديد أيضا من أعضاء المجالس البلدية وعمداء البلدية قد يكون لهم تساؤلات ليطرحوها على الدكتور محمد الحراري وأيضا بعض التوضيحات خلينا أنا وياك نشوفه مع بعضنا عضو المجلس البلدي أوجل السيد محمد عمر ورأيه في تجربة الحكم المحلي في ليبيا تابعوا مشاهدين الكرام كلمة سيد محمد عمر عضو المجلس البلدي أوجل بسم الله الصلاة والسلام على رسول الله فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية هناك بعض الأشياء التي تشوف هذا القرآن فيما يخص الصلاحيات هناك صلاحيات محدودة نراها أن الصلاحيات يفترض أنها تكون للبلدية الكامل لأنها إدارة محلية كل ما يتعلق أو كل ما يدور في البلدية هذا شأن محلي وشأن داخلي يجب أن يتم معالجته داخل البلدية لكن نحن رأينا في قانونة 59 أن تتخاطب أي وزارة أو أي وزارة من الوزارات ضروري عن طريق الحكم المحلي شوفيها هي سلسلة طويلة من الإجراءات فهذه هي تخلي الخدمة بطيئة أو معقدة شوية يفترض الأشياء الأخرى كل ما في البلدية التي يخص القطاعات والمؤسسات موجودة داخل البلدية تكون علاقتها مع البلدية ميزانية طبعاً فيه مشكلة هذه عامة وهي ضعف الميزانيات ضعف الميزانيات هذا أربك البلديات وليس يقوم أن يدورهم بالشكل الكامل علاقة القطاعات بوزارات وزارات قائمات وعلاقة المسؤول للقطاع سواء تعليم أو صحة أو غيرها هي مربوطة بالوزارة يفترض أن يكون هنا فكرة الإدارة المحلية أن يكون مربوطة بالبلدية كل دور داخل البلدية يجب أن يتم مناقشته ومعالجته وميزانياته ومصرفاته كلها عن طريق البلدية هذين شيئين والصلاحيات مسارة الصلاحيات البلدية محدودة نشوف فيه هنا ومش مفاعلة حتى إذا كان موجودة بعض الصلاحيات موجودة مفاعلة بالشكل المطلوب وشاهدين الكرام تابعنا كلمة السيد محمد عمر عضو المجلس البلدية أوجلد دكتور محمد كيف تعلق على مداخلة السيد محمد عمر تدان السيد محمد عمر حياك الله شكرا على هذه المداخلة الطيبة السيد عضو في أوجلا الوحات الثلاث أوجلا جال وشخرة هذه سيد عماد من أفضل تمور تقريباً موجودة في ليبيا موجودة في هذه المنطقة منطقة هذه أيضاً فها أبار فها مناطق كثيرة جداً من البترول وهي مناطق لحد الآن تعاني من التلوث وتعاني من كذا وأصحاب حقيقة ليطلع من تحت أرجلهم هذه الطروات الهائلة وهذا كل شيء لازالت المنطقة محتاجة لي كثير من التنمية ويتمنى من السيد محمد عمر وزملائه أن يعملوا عليه هذا الموضوع بالذات بغض النظر على هذه المعوقات التي نعتبرها كبيرة لكن يسمح للسيد الفاضل النخل عزيز محمد عمر عضو المنزل المحلي أوجلة قال إن هناك شوائب تحود قال صلاحيات محددة وقال يجب أن تكون كامل ما هو شأن محلي لا بد أن يكون شأن بلدي للبلدي سيد محمد عمر أقرى المادة بداية المادة صلاحيات البلدية سلاحة مجالس محلية الاختصاص العام للمجالس البلدية يقول الآتي كل ما هو شأن محلي هو من أقصاص بلدي موصلة من صحة من تعليم من صرف صحي من الحدائق من المقابر كل هذا الأمور من شأن محلي هذا القنوش يقول كونه تطبق أو لم يطبق كونه استطعتم أن تستدركوا هذا الموضوع وتضعوه داخل الخطة متاعكم في طريقة عن طريقة أبلويات العمل البلدي تضعوها أنتم كمجلس استطعتم لم يستطيعوا هذا أمر آخر أما بجي تقول قانون لم يعطي صلاحيات أو أنه يفتض ما كل هو شأن محلي نعم كل ما وهذه بداية يسموه فيها الشرط العام يعني في توجيه الاختصاص فيه نوعين سمحني أننا ندخل في شاكل فقه فيه المدسل الفرنسي والمدسل الإنجليزية والمدسل الفرنسية تميل إلى إطلاق الموضوع كل الأصل العام تقول بأن كل ما هو شأن محلي ثم تعطي بعض الأمثلة في حين النظام الإنجليزي يعطي الصلاحيات محددة واحدين ثلاثة أربعة نحن يخلطنا بين النظامين وهو أفضل نظام على رأي خبراء المتحدة إذا عطينا النظام العام شكل العام إن كل ما هو محلي هو من اختصاص المجالس المحلي والسلطة المحلية ثم جئنا في نهاية الأمر وعلى الأخص وأفردنا ثلاثة أربع حاجات اللي هي التخطيط العمراني والحرس البلدي والنظافة من الدار أقرى النهر إنهم من المهام من الحاجات الكبيرة جدا اللي يجب أن نعيه ونضعها فالآن إنجي يقول الصلاحيات أعتقد هذا الأمر يحتاج أستاذ محمد عمر منك لدراسة القانون بشكل طيب قال وبيضاف ذلك لابد عنه لما نخاطب أي وزارة لازم نمر بوزارة الحكم محلي هذا الشيء أنك إذا كانت عميد أو بزارة الحكم محلي ما تعرفش اختصاتك ماذا تريد أن أقول لك يعني إذا كانت لازم تمر افرد لي مادة واحدة تقول على كافة المجالس البلدية المرور بوزارة الحكم محلية حتى تصل كذا القطاعات التي يتكلم عليها السيد الفاضي وهو محق هذه يفضر بيكون قطاعات تابعة البلديات ما حيلة القانون إذا كان لم تنقل الاختصاد قانون قال تنقل اختصاد الصحة ويفضر من القطاع الصحة يكون تابعة للبلدية إذا كان لم تنقل هذه الاختصاد فما دخل القانون يعني الجماعة علينا أن نفرق لساتذة الأفاضل عمداء وأعضاء المجالس المحلية أنا أقول بأن هذا القانون قانون كامل هو قانون إنسان له مثالب وما يجب أن تعدل وحاجة تطورية لكن يجب أن نقرأ القانون جيدة مصراحة ألا نقول عن القانون ما ليس فيه قال قطاعات غير تابعة وعلاقاتها بالوزن المباشرة نعم للأسف لأن لم تنقل اختصاد الصحة لم تنقل صحة التعليم لم تنقل صحة حلبي لم تنقل وباقيت على حالها لأن السلطة المركزية لا تريد باقل اختصاد لأن فكرة المركزية ليست من سياسات ألا مركزية سيد عمان ابتداء هي القرار السياسي اللي لم تتوفر الإرادة السياسية فتجد كافة المعوقات من أجل معدم تحويل الرفض أن تكون هناك رسوم بلدية حتى تصبح البلديات معوزة ومحتاجة دائما للسلطة المركزية معدم تحويل الميزانيات التباط في هذا وتبقى الفشل دائما في الإدارة المحلية منذ تفصل فيه والفساد الآن الكبير فيه ضعف الميزانيات كنت أتمنى أن تكون الميزانيات تقوم على شكل مركزي في ليبيا وتتمتع هذه الوحدات حتى بعد ذلك نستطيع أن نضع المسؤولية على أصحابها أما الآن الميزانيات القانون حدد ما هي مصاد الميزانيات حدد ما هي المواد بتاعها إذا لم تصدر لك ميزانيات إذا لم يسمح لك بالجباية إذا لم يسمح لك حتى بالتعامل بالقطاع الخاص وأنا أقول لسيد حمد عمر صناعة التمور كان ممكن جدا أن تكون للقطاع الخاص وكان ممكن جدا أن تساعد البلديات دير شركات استثمارية كبيرة جدا للأسس امتحها حظينات وهذا من حقهم موجود في القانون حظينات مشاريع الصغرى والمتوسطة أن تضع لهذا الشيء حتى تنمو صناعات والصناعات هذه ستدر على البلدية في نهاية الأمر اللي هي الرسوم والضرائب المحلية وما إلى ذلك للأسف سلطة مركزية مترددة حتى لا أقول كريم أخرى بخصوص الإدارة المحلية إضافة لذلك عظام مجالس محلية القانون لازال حقيقة مع احترامي للبعض بعيد بعض الشيء على أن يفهموه أو يقرؤوه بقراءة جيدة المواد هذه الموجودة دكتور إذا كان هذا رأيك في كلمة سيد محمد عمر عضو المجلس البلدي أوجد الآن ننتقل لعضو المجلس البلدي البيضاء سيد سعد الحمري وأيضا نذهب إلى فاصل وبنتمى لنا عودة لأخذ رأي الدكتور محمد لحراري في كلمة سيد سعد الحمري نتحدث في هذه المساحة على قانون الإدارة المحلية الموصف بقانون 59 لسنة 2012 والذي يعد بين المجلس الانتقالي قبل بداية انتخابات المجالس البلدية بحول السنتين لأن أول مجلس البلدي هو مجلس البلدي البيضاء تم انتخابه في عام 2014 تحديدا وبدأ في مهامها في شهر فبراير عام 2014 هذا القانون الحقيقة كان مربك جدا في عمل الإدارة المحلية له الكثير من المثالب والهفوات التي أدت إلى الإرباك في التواصل ما بين القطاعات وما بين القائمون على المجالس البلدية والإدارة المحلية بصفة عامة سبب إرباك في مسألة الميزانيات البديلة ما يسمى بالإرادات المحلية سبب إرباك أيضا أنه قانون غائم لم يوضح العلاقة ما بين المجالس البلدية داخل البلديات والقطاعات التنفيذية التي هي موجودة في هذه البلديات بعد هذا القانون مباشرة في عام 2013 أي بعد مرور سنة صدرت اللائحة التنفيذية والمشرع الذي وضع اللائحة التنفيذية عبر مجلس الوزراء أعتقد أيام السيد علي الزيدان رئيس الحكومة هو ليس المشرع الذي وضع قانون الإدارة المحلية في عام 2014 فجينا أنه فيه أيضا قانون موسم بالهيكلية التنظيمية أو الهيكل التنظيمي للبلديات حقيقة كل هذه القوانين جاءت متفاوتة فيما بينها وليست بالشارحة وليست بالمؤكدة لعمل الإدارة المحلية العلاقة الوطيدة ما بين القاعدة التنفيذية داخل البلديات والمجلس البلدية تظل علاقة مبتورة تماما ذلك لأنه أي قطاع يقول لك أنا نتبع وزارتي فيما هو في الواقع المفروض أن يكون من أحد أدوات التنفيذية للمجلس المحلية وهذه حقيقة سبباتنا عرباك أيضا كمجالس بلدية كنا بدائل عن بعض الوزارات في مسألة الصرف وأوجه الإنفاق على هذه القطاعات على صيانات المدارس على صيانات المستشفيات وغيرها وهذا طبعا يفترض اختصاص أصيل لهذه الوزارات وليست اختصاص للمجالس المحلية مما زاد الطين بل في قانون الإدارة المحلية أنا تعطل مسألة قيام المحافظات بسبب المشاكل الموجودة في ليبيا وبالتالي أسند جميع صلاحيات المحافظات بكامل أو بجل قانونها إلى المجالس البلدية لكن مع وقف التنفيذ لم يتم الاستفادة من هذه الفترة رغم أنها استمرت أربع سنوات لم يتم العمل بها بالوجه الأمثل ذلك لأن القانون ترك الأمور غائمة نعده في عجالة مسائل أو الهفوات لقانون الإدارة المحلية في قانون الإدارة المحلية سيد وزير الحكم المحلي هو فرد في مجلس وزراء وبالتالي لا يملك حقية القرار أو فرض أو أن يكون الممثل الثاني له ما يسمى بالمجلس البلدي اللي تحت وزير الحكم المحلي قادر على قيادة الأجهزة التنفيذية لأن كل جهاز له وزير إذن وزير الحكم المحلي زي زي بقية الوزراء لا يملك التقديم ولا تأخير في هذا الموضوع كان من الأجدى ومن الأولى أن يكون نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الحكم المحلي حتى يكون فيه نوع من سطوة القانون أو قوة القانون هذه مسألة لم ينظر إليها قانون الحكم المحلي بالعكس وضع كل الأمور في يد وزير الحكم المحلي ووضع كل المترتبات داخل مجلس الوزراء في يد الحكم المحلي حتى يأخذوا مسألة الموافقة من خلال مجلس الوزراء رجعنا لكم مشاهدين الكرام من جديد تابعنا كلمة سيد سعد الحمري عضو المجلس البلدي البيضة ومداخلته بخصوص قانون الإدارة المحلية دكتور محمد كيف رأيت مداخلة سيد سعد ومكان لديك بعض التعقيبات عليها تابعنا سيد سعد نسيك بالخير أنت وعضاء المجلس البلدي وسيد الفاضل العميد سيد علي وعمم الشكر على هذه المداقلة ولكن بصراحة أنت لم تكتفي فقط بالقول بنا قانون مربك بل قلت بنا قانون مربك وجدا زيادة لكن للأسف ما ذكرت ولا يتعلق بالقانون البتة البتة لم يتعلق أنت تكلم على فوات تواصل بين القطاعات والبلديات وكرر وأقول إن القطاعات تتبع السلطة المركزية تتبع الوزرات ويفترض طبقا للقانون أن تنقل هذه الاختصاصات وتسبح كافة هذه القطاعات تديرها البلديات مباشرة من الاختصاص الأصيل للبلديات كلها لم تنقل من السلطة المركزية للبلديات هذا ليس عيب وليس إرباك في القانون هذا إرباك في سلطة هذه الدولة التي لم تشأ إلى حد الآن نقل هذه الاختصاصات وتبيق قانون 59 يقول أيضا إرباك في الإيرادات من الذي منع البلديات القانون حدد لك الإيرادات متاعك ورسوم وإلى ذلك وإعطاك النواحي المالية متاعك واضحة بشكل كامل إذا لم تقوم هذه الدولة أيضا بالسمحليك وبينها تصدر اللوائح الخاصة بهذا الأمر فما حيلة القانون في هذا الأمر يعني الذي يقوله السيد الفادر الحمري علوه يقصد بذلك أن القانون لم يطبق أن القانون مسئل هناك تطبيق لكن هناك خلط كبير عند السيد وليسمح لي الفادر السيد عمر الحمري عندما قال يعني اللوائحة صدرت من السلطة التنفيذية ليست من نفس السلطة التي أصدرت القانون ما هذا شيء طبيعي سيد عمر أن القانون يصدم السلطة التشرعية وإن الله وايح يصدم السلطة التنفيذية هذا ليس فيها عيب وليس هل تريد نظنهم واحد يعني أمر حقيقة مخالف لما هو قانوني ما هو دستوري يتكلم عن القانون 9 و2013 ولمعه 100% هذا الذي أربك المشهد حقيقة اللي هو قانون 9 و2013 في دول الحكومة الموقعة حقيقة قال كلمة أيضا طيبة وهي واقع وليس في القانون قال إن البلديات أصبح بدائل على الوزارات أصبحت هي الشاشة بين الوزارات ومواطنين بعد تبدأ القطاعات المواطنين يعتقدوا إنها تتبع البلدية وإنها تحت سيطرتهم في حين أن القطاعات هي أدوات للوزارات وهي تتلقى ومرها وخدماتها ومالذات في حين أن هذه القطاعات لا تقوم بأعمالها المواطنين يتكالبوا على البلدية البلدية تضطر للقيام بخدمات اللي هي من اختصات القطاعات التي لم تحول اختصاتها البلدية ورجعنا لهذه الدائرة المغلقة من السوء الضن يعني بد من يكون نظام الإدارة المحلية نظام رائد في تقريب الخدمات للمواطنين بما لهم من اختصاصات وما لهم من وسائل مادية أصبح عبء على نفسه أصبح عبء على المواطن ولكن في هذه الأمور الأخيرة لكن أيضا السيد الحمروين سمحني القانون لم يعطل إن شاء الله بالمحافظات الذي يعطل إن شاء الله بالمحافظات هو القانون رقم 9 سنة 2013 اللي خارج القانون وأنا أقول لك بكل وضوح أن هذا القانون قانون معيب مش معيب فقط عجيب حتى كيف أصدر مثل هذا القانون كما ذكرته لو أريد أن أكرر ما ذكرته سابقا في هذا القانون في وجهة نظرك قبل ما نمشي للمحور الآخر في نقطة مهمة هنا لماذا أصدر قانون هذا القانون 9 سنة 2013 لماذا لم يكن قرارا في ذلك الوقت هو أراد أن يعدل قانون 59 والقانون لا يعدل بقانون سنة لا يمكن تعدي القانون بقرار هذا طبعا في قاعدة تدرج أقصد هنا بناء مثلا على الظروف التي مر بها الدولة تنقل اختصاصات المحافظات إلى البلاديات إلى حين انتخاب المحافظات هو القانون صادر أيضا عن صوت الشرية صادر عن المواطن والمواطن العام وللأسف كيف مر مثل هذا القانون لكن أعتقد أنه كان هي نوع من تبادل أدوار بين من يريد تسمية المحافظين تعيينهم تعيين إذا لا نريد تعيين المحافظين يبقى في الحالة هذه ما تردوش خلينا أن نوجف المحافظة فكانت نوع من خذوهات أنا لا أريد وأنت تريد كذا وأنا أريد كذا يبقى شرايك نعطل موضوع هذا كامل وإن شاء الله ينقل في القانون 59 وإذا صار من الإدارة المحلية وهذا صار حقيقا صباحوني على هذا التعبير مش ملائم لكن ما جيتش تعبير آخر دكتور يعني اختياركم في سنة 2011-2012 لعدد البلديات على ماذا اعتمدتم؟ هل على المساحة الجغرافية أو عدد السكان لتقسيم بلديات ليفيا؟ ابتداء نحن قانون لا يتكلم على البلديات هذا الشأن اللوائح لماذا؟ إن البلديات متغيرة متطورة الذي يصدر بقانون حتى المحافظات في القانون 59 ليس هناك عدد محافظات وإنما يصدر بها قانون منفصل أيضا بعدد المحافظات وتسمية المحافظة والعواصل المحافظات وهذا القانون تركناه وتركنا الخرائط المجسمة لكافة المحافظات وشين هي التي ذكرتها لك ولهذا اعتقد أن البلديات نفسها تكون عن طريق القرارات وطريق اللوائح اللوائح لتحدد عدد البلديات ولا اعتماد المعايير المعايير المعتمدة هي المعايير الجغرافية المعايير السكانية المعايير الأمنية المعايير التنموية ما نضح في ذلك الوقت؟ لو أحيال تضع هذا الشيء تحيل القانون تحيل على اللائحة هذا الأمر لماذا؟ لأنه أنت الآن محتاج في فترات أن القانون لا يتدخل في التفاصيل لأنه لو تدخل في التفاصيل سيصبح مرات مربك زي ما قال الفاضل الحمري من البيضة لأنه ترك التفاصيل هذه من اللائحة لماذا؟ حتى إذا ما جاء هناك عارض معين يصبح التغيير سهل بقرار من رئاسة الوزراء داخل رئاسة الوزراء يتغير وعيد طرح سؤالي بشكل آخر 98 بلدية في ذلك الوقت من قص هذه البلديات في وقتنا لم تكن هناك 89 بلدية البلدية لم تنشأ بعد نعم نحن خرجنا ولم تنشأ البلدية ذكرت لك أننا نهينا أن القانون صدر في آخر يوم من وضع ذلك؟ من وضع 98 بلدية؟ الحكومة وقتها على أي أساس باعتقادك والله أنا أتمنى أن تأيسل هذا السؤال لمن وضع هذه الأمور لما لا أرى لها حقيقة إلا أمور سياسية هي أكثر أمور حقيقية أهم هي أرضاء بعض الجهات أرضاء قبائل أرضاء جماعات ونعتقد أننا الآن إدارة الدولة لازم تخرج من هذه الفكرة الضيقة يعني حتى الآن الأحزاب عندنا تعمل وأنا أقولها وأقسم لك أنني لم أنتمي في حياتي لأي حزب ولا أي جماعة لا لا توضيح توضيح ملاشي بس أن أثناء أعداد الحلقة أريد إجابة واضحة منك الدكتور محمد الحراري من وضعه على سدة وزارة الحكم المحلي جماعة الإخوان المسلمين ومن رشحه لرئاسة الوزراء أمام السيد علي زيدان هي أيضا جماعة الإخوان المسلمين أريد توضيح بهذا الشأن هل تتكلم بصفة التأكيد أنه من وضع هذا أو تتساءل أتساءل هنا لأن السؤال أنت كلامك جبت فيه من وضع من وضع أنا أقول لك النص الذي قرأته لا هو النص بمجاء هذا النص لا هي تقريبا أنت كنت شفت في التعليقات عموما للعلم مرشحني للوزارة السيد الكيب لمرشحني أحد ولا أعرف السيد الكيب من قبل وكنت في منتدى خبرات ترابس ويوم تم ترشيحي كنت ألقي في محاضرة على الإدارة المحلية وأولويات المرحلة في منتدى خبرات ترابس ولما فتحت التليفون وجدت أكثر من ثلاثين تليفون بيقول لي مبارك عليك الوزارة والله لا علم لي لمن قريب ولم بعيد بأنني جماعة في منتدى خبرات ترابس طلبوا منهم السيديات سيرداتي بشدة سيرداتية متخص إدارة محلية أشكر دكتور الكيب اقترب مغير ما أعرف أقسم بله لا أعرفه من ذي قبل ولم ألتقي به ألبتة من ذي قبل وسيد الكيب رجل مستقل ولا أعتقد أنه من أخوان المسلمين ولا أعتقد أنه من غيره بالإضافة إلى ذلك لها ست الوزارة كان الترشيح كان سيد ليسير ليسير عبد منعم ليسير ورهم الخمس ويعرفه الجميع واللجاني في الوزارة مع الشاب يحتهم الخمس يلا يذكر بالخير أكرم وقالوا يا دكتور وضعنا وضعنا ثلاث معايير لاغتيار رئيس الوزارة القادم أن يكون مستقلا يعني مغير منتب من حزب أن لا يكون عضو في المؤتمر ولا تكون عنده جنسية فيا دكتور منك الآن نحن نعرأ أنه متوفرة هل فأقسم قالوا إذا كان قلت لهم أنا أقسم لكم أني كذا وأن هذه الشروط كاملة متوفرة فيها السؤال هل تتوفر الشروط في من تقدم من يقول أن هذا كذا صحيح بعد ذلك أن جماعة التحالف كان عندهم رأي أنهم مساندين للسيد الفاضل علي وأعتقد أن السيد صوار هو الذي ممكن أحدث تقريره في ذلك الوقت قال نحن ندعم ندعم ترشيح دكتور محمد الحراري فأخذ هذا التصريح عساس أنها كذا بعلم بأننا ما أعتقدش أن كافة الأقواء المسلمين في الوحدة رشع في ذلك الوقت دكتور محمد الحراري وإعتقد دكتور محمد الحراري أنا أقول وأكرر أنا أحترم كل الموجودين سواء أخوان سواء غيرهم من الأحزاب الموجودة وأعتقد أن الأحزاب هي سيمة الدولة المدنية لأن حقيقة من ينتمي هو مهتم بالشأن العام وما دخليش في هذا أخوان ولكن كشخص فوالله لم أننتمي في حياتي وأنا مش مستعد لنحرف لك لأن أقسمت في المؤتمر لأن أقسمنا في المؤتمر لأنه سيد زيدان أقسمنا على استقلاليتنا وعلينا غير من أنتمي وإنه ليسنا الأحزاب لا حزب ولا جماعة فقط موسطة مجتمع مدني إذا أردتنا في هذا الموضوع نتكلم عليها نتكلم عليها بحره كامل هنا يجب أن نعود للمقطة السابقة لأننا خرجنا من الموضوع نجل هذا التضيح حزبتك الخرجي هذه جميلة جدا الفصل الرابع دكتور من مادة 24 للقانون 59 يعني نص على إعادة النظر في الحدود الإدارية للبلديات كلما دعت الحاجة هل هذا يوضح الزيادة في عدد البلديات من 98 اليوم أصبحنا حوالي 121 بلدية لا هذا بالعكس هذا يوضح العكس تماما هذا يعضح العكس لماذا؟ لأنك أنت في أثلاف ثورات بعد الثورات وبعد حركات التحرر وبعد كذا أنت قد تضطر فرنسا فات ما يقارب 36 ألف بلدية ما يزيدها 36 ألف وهم متورطين فيها الآن ولهذا أنت الآن ابتضح هذه المادة حتى لا تقل أي بلدية بأن الحدود هذه خلاص أنا عند أحد لا ممكن تحضر ظروف من أجل ضم بلديات لبعضها مثلا أنا مع احترامي الكامل جاله أوجلا وشخرة من أفضل المناطق في ليبيا لكن لو توحدت هذه الثلاث في بلدي واحدة لو كانت عندها قوة فوضية لو كانت عندها قوة اقتصادية لو كانت عندها قوة تنموية كمنطقة أوسع من أنها تكون بلديات منفصلة أماراتك كثيرة طرابلس 13 بلدية هل أن تكون 13 بلدية أفضل؟ لعلمك الآن لو طرابلس المركز الآن سمحنا يا سيد المثال بسيط دائما أودكر هذا المثال لو أردت أن تقوم بأعمال الصرف الصحية اللي هم من اختصاصات البلدية ستمس بلدية مسلم لأنه مش معقول بدير صرف صحي خاص هتمس جيرجارش هايلاندرس هتمسك الجمعة باي لو مست من سيكون شأن ماذا؟ محلي؟ لا؟ بيتحول لشأن مركزي؟ وأعتقد أن هذا لماذا السلطة المركزية لم تنشئ محافظة حتى تبقى المركزية هي الأساس يعني هل لو كان وجود هناك محافظات اليوم منتخبة من الشعب وتعمل بشكل جيد سواء 14 أو 15 محافظة حدثنا عليه هل كنا سنرى هذا التفتت في البلديات وزيادة عدد البلديات؟ ما أعتقدش لماذا لأنك إنت حتكون محصور داخل ماذا؟ داخل خارطة عن المحافظات ولهذا يعني إلا إذا كان داخل المحافظة نفسها بلدية أردت أن تنقصب عن بعضها وفي الحالة يريد ما عندهاش فائدة في هذا الأمر ده قلت نقطة مهمة هنا يا دكتور هنا نستغرب لماذا نسأل فيك مبدري وعودت السؤال 3-4 مرات يعني اختيار الحدود الإدارية لكل بلدية هل يتم عن طريق عدد السكان أم عن طريق المساحة الجغرافية؟ لا لا في عوامل أكيدة فيه لا بد من توفر عناصم عينة اللي هي العامل الجغرافي التضريس العامل السكاني العامل التنموي العامل الأمني جملة ثم تتطور لكن هذه مسألة مسألة متعلى واقع لكن دوري كل هذا عرض الحائز لا هي دوري يتعرض أن نقول لك في أحوقات معينة وفي حالات معينة قد تضطر السلطة المركزية للخروج على بعض المبادئ من أجل عدم تفتيت السلطة للدولة أنك تخاف أنت الآن موجود نزاعات داخل المناطق معينة ويقول إرضاءا الآن ولهذا ونشط البلديات كوحدة أساسية تحت لكن المحافظات من الذي يحفظ هذا النسيج؟ من الذي يحفظ العملية التنموية؟ من يحفظ المحافظات عندما قتلت المحافظات؟ لاحظنا هذا الأمر بشكل كبير جدا لكن لو بقت المحافظات كوحدة تنموية وواسعة قسم البلديات 3, 4, 5 ضم أعمل قد لا تعطي نفس التأثير الذي نراها الآن لماذا؟ لأن أصلا التنمية ستكون التنمية على مستوى المحافظة باعتبارنا هناك المجالس التخطيط الإقليمي اللي هي محافظة ومحافظتين ثم مجلس التخطيط الأعلى اللي يضع كافة الخطة تضعها البلديات داخل المحافظات في خطة كاملة لهذه البلديات اللي في نهاية لمره خطة الدولة التنموية نعم دكتور بنفس الموضوع هذا التقسيم ولكن ليس على التقسيم حدود إدارية التقسيم الميزانية للبلديات نعلم بأن البلديات لديها ميزانية مستقلة ولكن هذه الميزانية كيف تقسم؟ هل هي أيضا بحسب عدد السكان أم عن تقسم عن طريق المساحة الجغرافية لكل بلدي؟ نعم هو منها سيد عماد ظهر أنك في موطني في هذا البرنامج الطيب واستمرارك بدأت خبية في لدى المحلية لأن هذا سؤال من أهم الأسئلة حقيقة وهو من أهم الأسئلة التي لا تثير جدلا في حين إنها مكمل الجدل كيف؟ الآن الميزانية بتاع البلديات تقسم على أساس ماذا؟ عساس الجغرافية عساس سكان نعم يعني أنا كبلدية عندي مثلا ناخده أي بلدية سين من بيش نسمي نعم سين من البلديات عدد سكانها تلتمائة ألف بلدي أخرى عدد سكانها عشرة ألف البلدي متع تلتمائة ألف واقع على شاطير بحر عندها موارد موارد وعندها أثار وعندها مراتق سياحية وعندها مأيردان الثاني ما عندها شيء الميزانية اللي تتعطري تلتمائة ألف أكثر من ميزانية اللي تتعطري الخمسة عشر ألف لماذا؟ لأنهم يعرون تلتمائة ألف العامل السكاني والعامل الجغرافي صحيح ممكن العامل الجغرافي أكبر لكن العامل السكاني هو الأساس ولهذا تكون ميزاني فهذا هو ألا عدل يكملها هنا إن البلدية هذه تستطيع أن تعمل مشاريع استثمارية تستطيع أن تقوم بجباية رسوب تستطيع أن تكون لها ميزانيات مستقلة أستاذ عماد لما تكون عندها ميزانيات مستقلة من مواردها الذاتية يبقى الحكومة ماذا ترى بعد ذلك تقول أهل بلدية سين ونقول طرابس المركز أنا ديما سمحون تسمحني طرابس المركز نذكر فيها دايما كمثال لو أخذنا طرابس المركز ونقول لها طرابس المركز وعندها مواردها اللي توصل إلى 40% يبقى نين مستعدة نعاونها في حدود 30-40% نعطى من ميزانيتها لكن المنطقة الأخرى اللي هي القطرون مثال تحياتي نسمعت القطرون ولا بنوليد اللي فقاها تينيناي المردوم بعدهم على بنوليد مش عارف كم ونسمة وحتاجة هدية لماذا لي أكثر يعاني لماذا لما عندهاش إمكانيات ما عندهاش بيش تاخد رصوب ما عندهاش شيء ستماني داخلها ولهذا انت الآن نعطي هدية 30% في حين نعطي الثانية الدعم المركزي 70-80% بالميزانية بيش نحقق نوع من التوأم ونوع من التنمية المتوازية بين هذا لكن عندما تأتي الحكومة المركزية وتوقف الإيرادات المحلية وتوقف حتى أنه يكون لك حساب تضع فيه مواردك المحلية ماذا يعني هذا يعني هذا أني أنا من أملك الموارد وانت ستبقى تحتي إلى الوقت الذي أريد وهذا الذي حصل إننا الآن البلديات ليست لها مواردها ما تستطيع أن تتصرف لا تستطيع أن تتحرك هل تعلم أن الموارد المحلية هي أهم عنصر من عاصر استقلال البلديات هل لو تم تفعيل قانون الجباية نتحدث هنا على سبيل المثال طرابلوس المركز مع احترامنا وتحياتنا دكتور عبد الروف بيت المار وكل من معه باش مونس عبد الروف بيت المار لأننا نحن في حدود ده ليدارية يعني ضيوفة اليوم لو تم تفعيل قانون الجباية وأيضا نقطة مهمة أيضا أخرى هي الاستثمار والتعاون مع القطاع الخاص نقدر نقول أن بلدية طرابلوس المركز ممكن حتى تستغنى عن أي ميزانية قادمة من الدولة ليس طرابلوس المركز لو تكلمنا عن الخمس لو تكلمنا على السبراطة لو تكلمنا عن المصراطة لو تكلمنا لو تكلمنا عن المناطق الحدودية زي زوارة وغيرها وزلط الميدان هذه كلها عندها امكانيات كبيرة جدا لو ترك يدها في هذا الموضوع مقنن داخل اللواعح العلما يا سيد عماد أن القانون لم يهمل هذه النقطة القانون جاء وقال إذا استنكفت السلطة المركزية على صدار اللواعح يستمر العمل باللواعح القديم في جباية الرسوم ولهذا البلديات عندما تجبي رسومها هي تجبيها بناء على لوائح قائمة سابقة لأنها استنكفت على القيام بمهمتها في إصدار اللواعح متع جباية متع رسومها بدون قطع الخاص لا يمكن لهذا القانون ينشأ لماذا؟ لأنها أنشأ أساسا بالأجل التعاون بين القطع الخاص بالبلدية البلدية تضع مخططاتها تضع تجسماتها تضع خططها الموجودة ثم تضع القطع الخاص تدخلها هذا يحق لها فائدتين الفائدة الأولى أن نقضي على البطالة تعالشباب الموجودة وننهي فكرة القطاع العام الآن موظفين دولة أكثر من مليون وستمائة ألف سادعماد يعني أكثر من فرنسا اللي عددها سبعين مليون غد عدد الموظفين بتاعت أضف إلى ذلك قضاء على البطالة بالإضافة لذلك استقلالية البلدية لماذا؟ لأنه لما ننشي مشروعات خاصة ونخلي القطاع الخاص يشتغلوا بحرية وينطلق ماذا سيعطيني في نهاية الأمر؟ ممكن نعطيه حتى براح سماح إعفاء من الضرائب ليسالها سنتين ثلاث سنوات لكن بعد ثلاث سنوات ماذا سيعطيني ضرائب؟ سنجبي منها ضرائب سنجبي منها رسوم سنجبي منها خدمات ولهذا البلدية يبدأ عندهم نعمل الاستقلالية في خدماتها الآن تعرف أنه في مذكر مدن بلاد معينة تعلم أننا الآن جباية الرسوم الوطنية القومية التي هي شأن السلطة المركزية في بعض دول متخدمة أقول ولذلك حتى الدول النامية تعمل في عقود وكالة مع البلديات مثلا أني نعمل عقد وكالة مع مساعد نقول أنت تجبيلي كافة الرسوم القومية الخاصة بالمعبر متع مساعد ثم تضعين في ميزاني الدولة وأنا نعطيك الحصة الخاصة بالبلديات ثم نعطيك ثمن تعاون تعاون عقد الوكال بين وبينك هذه الثقة بين السلطة المركزية وبين السلطة المركزية للأسف هذا الأمر حجر على السلطات المحلية تركت السلطات المحلية في هذا الجانب وأهملت وأصبحت نوع من العامل مع السلطة المركزية أكثر ما تكون ند لهذه السلطة المركزية وأنت تكون سبيل حقيقي لتقديم خدمات ولهذا لما يتكلم سيد الحمرين وسيد عمر يتكلم بهذه الغصة لكن ما فرقوش لحد الآن بين ما هو قانون وما هو الإرادة السياسية الحقية في هذا الموضوع دكتور يعني كل ما تحدثنا فيه طول هذه الحلقة من نقل اختصاص من جباية من قانون 59 هنا السؤال ما قبل الأخير يختص بالمجلس الأعلى للإدارة المحلية ما دور المجلس الأعلى للإدارة المحلية في كل ما تحدثنا عنه في هذه الحلقة أسمع هناك سيد الفاضل هناك أمرين مهمين جدا في هذا القانون الشفافية الكاملة ما هي الشفافية فقط قبل نتكلم عن المجلس الأعلى سمحنا أنه مهم جدا سيد الفاضل هذا القانون أوجب على المجلس البلدي أن يستمع لمواصلات المجلس البلدي بالوجوب يعني لو جد 2% من عدد سكان بلدية داروا مظاهرات أمام مجلس البلدي للتنحية المجلس أو لطلب أمور معينة القانون يوجب عليه أن يتداول هذا الموضوع وينشر قراراته في هذا الموضوع كذلك إذا جاءت مؤسسات المجلس المدني القانون هذا يوجب على المجلس البلدي أن يشتغل بالباب المفتوح أن يسمع يدخل الخبراء لما يجب أن يتكلم في أمر معين في الخطة التنموية متاع البلدية أو شيئا معينة أو رسوم وغيرها ممكن يجيب خبراء في الاقتصاد يجيب خبراء في القانون يحضر معايش الباب المفتوح القانون هذا أوجب إيهداء أيضا ويجيب بمجلس شورى ومجلس شورى هذا شيء معناه معناه أن يا بلدي أنا اخترت سبع أشخاص تعالي وشمعنا سبع أشخاص أحتاج المفتر وديكياتين من الخبرة اختارون الناس للثقة فينا لماذا نختار ثلاثة أشخاص من ضويل خبرة اختصاد مختلفة اللي يكونوا معنا في المجلس معناه أنت مش حق التصويت مجلس الأعلى دارة المحلية العودة للتنموية هذا النظرة حقيقة أخذت دول إسكندنافية وبعض الدول الراقية في هذا الموضوع إنه خلاص إن القونين لديهم تصدر من تحت يعني الآن مجلس الأعلى دارة المحلية يتكون من ماذا؟ يتكون من كافة عمد البلديات وكافة المحافظين نعم عندما يجتمع الناس هدوم تجتمع الخبرة كاملة يعني الآن الخبرة الموجودة في الخمس في حياتي بلدية الخمس نعم ممكن تلقم لمنطقة أخرى مشابهة لها سبراطة الموجود في القاترون ممكن ننطلق إلى لغات ولماء إلى ذلك أن يدر التجربة النجحة بالإضافة لذلك الخصومات والنزاعات يكون لها مكان لحلها بالإضافة لذلك إذا ما أردنا تطوير القانون نعم فإننا نجد الآن مجموعة تتكلم يا جماعة زي ما قلت السيدة الفاضل بديل قال فيه هناك إرباك هناك هذه المادة أحدثت إرباك نعم هل نعدلها؟ هل نحسن تفسيرها؟ هل نوسع تفسيرها؟ هل نعمل قرارات تنفيذية من أجل هل اللايحة موائمة؟ ولهذا المجلس الأعلى دارة المحلية هو الذي يقود في نهاية المر ولهذا قلت وأكرر إن القانون الإدارة المحلية التدريجي يعني هو مش محتاج في لحظة باللحظات للسلطة المركزية يعني فقط نجمع الأمور محتاجة لسيد وزير الحكم المحلي اللي هو وسطة تنصيق بيني بين السلطة المركزية يحملها رئاسة الوزراء كمشروع قانون يحولها للسلطة التشريعية اللي يصدرها كقانون أو لمجلس الوزراء اللي يصدر لائحة أو قرار معم البعض يرى بأن كلام حضرتك جميل ولكن الرابطة الوطنية للبلديات والتي تتولى حضرتك الأمانة العامة لها تعتبر عائق في عمل في العمل ما كنا نتحدث عنه الآن وهو المجلس الأعلى الإدارة المحلية من قال لك له هذا؟ بعض يرى ذلك من لقى بعض البعض منهم وزير حكم محلي أصبخ يرى بأن أي جسم غير المجلس الأعلى الإدارة المحلية يعتبر يعارض العمل ومنافي طالما هو وزير صابق فأنا أو حيي نقول السيادة الوزير كيف تحجب عليه ناس معينين أرادوا أن يشتغلوا داخل مؤسسة مستاذ المجلس الأمانة أن تبنى عليهم أن يتجمعوا للدفاع على حقوقهما إلى ذلك مجلس الأعلى الإدارة المحلية؟ هذا ليس مجلس الأعلى الإدارة المحلية هذا مختص بين اقتصاق المعينة ويتمس بالعكس أنه لما تبدأ فيه روابط ورد فيه الرابط وفيه اتحاد في الجنوب وفيه اتحاد غيرها هذه الروابط هذه الاتحادات عندما تتجمع وتبدأ تتشاور دائما عندما تلتقي بعد ذلك في المقصد العمداء يلتقوا فيه بالرغم أن الرابطة عضاء وعمداء ليسوا غيرها والمهتمين بشأن محلي فهي أيضا لما يلتقوا فيه المجلس الأعلى الإدارة المحلية تجد تجربة جايين بكلمة واحدة جايين متوحدين فيه أمر معين فيه شيء معين بعكس هذا يعضد ويدير بالإضافة لذلك أكرر وأقول إنها يموصف مستوى المجتمع المدني التي أعطاها القانون ودليل على ذلك إن القانون أعطانا حق التجيين وسجلناها إذا كانت هي مخالفة للقانون فأنا أطلب سيادة معاني الوزير الفاضة لأنه يرفع دعوة ما من قضاء ليبطل هذه لا بالعكس رأتها الوزراء بعض الوزراء رأتها إنها عمل مشابهة للوزارة أصلا وإنها ضد الوزارة بالحكس يا أخي الفاضة أنت الآن حان الآن الوزير الجديد لناه لأول اجتماع الأخير قام في طرابلس واجتبع عندنا اجتماع الآن في تورغان شاء الله بتنصيق مجموعة مصرات والجماعة هدوما الآن دعوناه للحضر وحضر معنا وتكلمناه وقلناه نحن في خدمة الوزارة بتقديم خدمات وخبرة بتاع هالعمالات يعني هذه الرابطة جاءت لحفظ حقوق البلديات والمجالس البلدية والتطوير والدعم والتعاون فيما بينها وإن شاء مواءمات وما إلى ذلك للأسف هو دكتور وقت البرنامج انتهى يعني اليوم فتنا على بعضهم حتى الساعة ونصف والزملاء قالينا فتنا وقت البرنامج ولكن بعد إذن مخرجنا سيد بلقاسم وفريق العمل أيضا يعني لا أستطيع أن أنهي الحلقة قبل أن أسأل رأي ورأي الدكتور محمد لحراري هنا عن التعديل واللعي حقا 13-63 والقانون 18 لسنة 2019 والمتعلق بتغيير النظام الانتخابي من الأفراد إلى نظام القائمة المغلقة واستثناء المرأة ودوي الاحتياجات منها ختم هو مسك وعن كان هذا ليس بمسك حقيقة قلت منذ قليل في بداية الحلقة تمنيت أن تمدد مدة سنة لماذا؟ هذه أحد الأمور منجيش وأنا في لحظة معينة وأنا في حالة انتخابات وأنا الآن انتخابات وانتهامة جالس ثم نجيش طلع قرار الظرر مع احترام الكامل للسادة الذين أخرزوا هذه القانونة مع احترام القانونيتهم ليس هناك شيء اسمه قائمة المغلقة في كل القوائم الانتخابية في كل النظم الانتخابية كان معنا خبير دولي نحن نعرف هذا ولكن الحال لنا الناس ما تفهمش إذا كان الشخص أشغر وعيون الزرق كان معنا خبير دولي يعسات يقول إنه ليس هناك شيء اسمه قائمة مغلقة قائمة الانتخابية بالإضافة ذلك لنا القوائم محتاجة لدولة فهي نظام أحزاب ونظام نقابات ونظام إلى ذلك ولم تنجح في دولة في تونس الآن القائمة النسبية اللي ناجحها واللي جانا أحد الأخوات سيد بن تاهي بارك الله فيه جمع خبراء في دائرة مغلقة معا خبراء من الخارج من تونس ومن غيرها اللي عندهم أنظمة مشافة ودرسنا وعطينا بعض التقرير قدم للمجلس الرئاسي بما رأوا يعني صراحة كان فيه تسرع فيه مع احترامي وكر واحترامي كامل لنبل ممكن الفكرة إنه والله نظام فردي في شل يلا نمشي نظام المغلق بقى النظام المغلق الآن دائرة مغلقة الآن عندي نعطيك مثال بسيط مش تعرف قصدي الآن خمسة أشخاص في بلدية بلدية سبعة خمسة وفيها ذوي الأعاقة والمرأة بروح من فردي خمسة أشخاص في البلدية نعم واختيروا في بلدية أحسبها لنفها جداش مئة تنف نعم الذين ينتخبون سوف يمشي الانتخابات مش حتفوت افتراض 10% و15% نعم هو حيربح من 10% من اللي انتخبوا حيربح 20% لأنه فيه 10 قوايا 20% من 10% من السكان هل هذا يمثل البلدية في نهاية تمر يا سيد القاضي هذا أمر بالإضافة لذلك انت خرجت المرأة واخرجت دوي الأعاقة وكانك بتقول لا دوي الأعاقة ولا المرأة عند حق أن يكون عميدا لا يقول لك لا هو جاك في اللايحة معدلة اللي قلت على حضرتك وقال لا يختار العميد بعدين من المجموعة لتربح من السبعة والتسعة من السبعة لكن يقول لي القايمة اللي اختارت نفسها هذا كم حديد أن الرئيس بتاعها وفي نهاية الأمر دوي الأعاقة والمرأة أراكم بالإضافة لذلك قرون تسالة 50 عندها شيء تاني أصبع أنه دير قوتة للنساء لكنها لم يمنع النساء من الانتخابات العامة يعني ممكن تكون مرأة غصبا عنك واحدة في المية في الواحد موجود داخل المجلس لكن ممكن للنساء أن يدخل غير القايمة في الانتخابات العامة وممكن تتبعهم يكون مرأة ولا تنين وإذا الإعاقة أيضا نفس الشيء نعم دكتور محمد الحراري كنت سعيد جدا بوجودك معي في هذه الحلقة نعد هذه الحلقة أعتقد من سنوات وأنتواصل لكي نخرج بهذه الحلقة وأتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في ذلك أنا سعيد جدا بوجودك معي اليوم دكتور أنا يا أسعد شكرا على هذه الروح الطيبة سيد عماد شكرا لك أعتقد أن الدولة الآن شباب وأعتقد أن هذه الإدارة الحقيقية إدارة جيدة حتى أنت شباب إدارة جيدة للحلقات تبع فهدائما نسأل الله سبحانه وتعالى كالتوفيق أرجو أن تحتضب بهذا الخط الرائع اللهم ممي الأعلام يا سيد الفاضل ما أحتجيلها الآن هو أعلام فترات انتقالية الأعلام تحت فترات انتقالية غير الأعلام أن تعدوا للمستقرة الفهد الهمز واللمز والضرب ما إلى ذلك الآن ما أحتجيل لهذا الذي يعلم الذي تمر به البلاد وكيف يدفع لوحدتها ووحدة موساتها أعتقد أنت تبني اللبنة كبرنامج موطنية تكلمات تكلم عن برنامج موطني تبني لبنة في هذا الموضوع أتمنى أن هذه الإداءة التي تنتميلها وكل الإداءات أن تبني هذه اللبنات لبنة لبنة نتمنى ذلك بدل من الصرعات الداخلية والخارجية هذه شهادة أفتخر بها دكتور محمد الأحراري وزير الحكم المحلي الأسبق والأمين العام لرابطة الوطنية للبلديات شكرا جزيلا اللي وجودك معي في هذه الحلقة شكرا لدينا الكرام إلى هنا تنتهي حلقة اليوم من برنامج موطني نتمنى من الله عز وجل أن نكون قد وفقنا في هذه الحلقة تمتم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر